اشتركوا في القناة وخلونا نرجع بالذاكرة للرعيل الأول من بني إسرائيل في عهد سيدنا موسى عليه السلام بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لنا وأكثر من كده كمان لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه لمدة أربعين ليلة ليأتي بالطورة نورا وهدايا لبني إسرائيل عبدوا العجل وأضى اللهم السامري وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وهو برضو في مدية أكتر من قولهم لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جيدا ستكر حضرتك لإنسان المددى سيكون أقرب للدنيا ولا للآخرة للمتاع الزائل ولا للنعيم المقيم لطريق الضلال ولا لطريق الهداية بكل تأكيد للدنيا متحة وإن سلك طريق الضلال والهوى وما كان الله ليعذب قوما دون أن يرسل إليهم الرسل قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهل أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل رسولا واحدا؟ ولقد أعطينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات كإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله وإحياء الموتى بإذن الله وقويناه بجبريل عليه السلام أفكلما جاءكم رسول يا بني إسرائيل من عند الله بوحي لا يوافق أهواءكم استعليتم عليه؟ فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا؟ قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لم يترك الحق سبحانه وتعالى بني إسرائيل دون رسل بل أرسل إليهم رسلا كثر وكثرة الرسل ليست شهادة لهم بل شهادة عليهم فحقيقة الأمر كثرة رسلكم دلالة على كثرة فسادكم فيأتي الرسل دائما لتخليص البشرية من فساد وأمراض وانحراف في المنهج فحالكم كحال المريض شديد المرض يقصر حوله الأطباء وكثرة الرسل حجة عليكم يوم القيامة وجاء عيسى بن مريم لقوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمحسوس قوم قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة قوم خافوا من انقطاع عطاء الله عز وجل من المن والسلوى فهو عطاء غيبي فقالوا لموسى أعطنا من نبات الأرض فجاء عيسى بن مريم ليقوم ماديتهم فلم يأتي عن طريق مادي محسوس بزواج رجل من امرأة بل بأمر خارج للعادة وجاء عيسى بن مريم بالإنجيل مخففا عن بني إسرائيل وعيسى عليه السلام هو النبي الوحيد في القرآن الكريم الذي يذكر منسوبا عيسى بن مريم أما باقي الأنبياء والرسل ذكروا بأسمائهم زي سيدنا إبراهيم ونوح وسيدنا محمد وفي ذلك تذكير بمواجزة خلقه من أم دون أب وفيه أيضا تشريف لأمه السيدة مريم البتول الطاهرة وهي المرأة الوحيدة التي ذكرت بإسمها في القرآن الكريم وكان لسيدنا عيسى بن مريم خصوصية لم يفارقه سيدنا جبريل في أي وقت حتى صعد به إلى السماء وأهل الكتاب ما بين مفرط ومقرط في حق سيدنا عيسى عليه السلام والحقيقة أن عيسى عليه السلام هو رسول من أولي العزم من الرسل وهو بشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن طيب ليه كذبتم جاءت في زمن الماضي وتقتلون جاءت في زمن المضارع للتأكيد على فضاعة جرمهم واستحضار رسولة قتل الرسل وكأنك تنظر إلى رأس سيدنا يحيى عليه السلام وكأنك تنظر إليهم وهم ينشرون سيدنا زكريا عليه السلام وخير ختام طلب الهداية من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر